موسيقى تنفيذاً للخطة التدريبية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني أجرت مديرية دفاع مدني البلقاء تمرين لحادث وهمي مفترض في منطقة وادي شعيب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موسيقى بهدف الوقوف على جاهزية المؤسسات العامة والخاصة في التعامل مع الحوادث الطارئة نفذت مديرية دفاع مدني البلقاء وبالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة تمرين لحادث وهمي مفترض في منطقة وادي شعيب في محافظة البلقاء هذا التمرين كما شاهدنا من التمرين المميز نظراً لاستخدام موقع ضوط تضاريس وموقع حقيقةً يمتاز بصعوبات معينة وتنفيذ تمرين في هذا الموقع بهذه الميزة يعتبر أيضاً من الفرص القيمة لتدريب ورفع كفاءة مرتبات الدفاع المدني وكان التمرين عبارة عن فرضية لتساقط بعض السخور من المناطق الجبلية باتجاه قرية سكانية موجودة وهذه من ضمن الفرضيات المحتملة للوقوع واجتملت فرضيات التمرين على العديد من الفعاليات الميدانية من إسعاف وأطفاء وإنقاذ حيث يأتي تنفيذ هذا التمرين اختباراً لمقدرة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال وقوع أي حادث لا قدر الله حقيقةً ما شاهدناه من رجال الدفاع المدني فعلاً أنه يحس المواطن الأردني أنه في أمان في أمن وأمان تدريب وهمي بدل على كوادر الدفاع المدني كم جاهزيتهم عالية كثير وإحنا بالأردن بفضل جلال سيدنا والإمكانيات التي وفرها للدفاع المدني وصلوا لهذا المستوى شاهدناهم بأم عيننا ما هي المصاعب التي تعرض لها هذا الرجال رجل الدفاع المدني وهو يقوم بإنقاذ أخي له يتعرض يخاطر لنفسه من أجل أن ينقذ أخي له تمرين إن دل على شيء فإنما يدل على الكفاءة والقدرة والجاهزية التي وصل إليها جهاز الدفاع المدني في كل محافظات المملكة والذي طبعاً ما كان ليتم إلا بتوجيهات جلالة قائد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تنفذ سنوياً العديد من التمارين الميدانية داخل المملكة لإثراء خبرات رجال الدفاع المدني والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ورفع سوية التنسيق مع كافة شركاء الخدمة في الوزارات والأجهزة المختصة ترجمة نانسي قنقر